سنو صلي وتعي ربك يرحبك وتوب عليك التاسع شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في التصنيف في أسباب الحديث كما صنف آه بيكلم هنا على أسباب ورود الحديث يعني في كتب خاصة بأسباب ورود الحديث كما أن هناك كتب في أسباب النزول بالنسبة للقرآن هناك نوعية من الكتب في علم الحديث معروفة بورود الحديث أو أسباب ورود الحديث فهو بيقول بيكلم على هذه النوعية من الكتب بيقول شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في التصنيف في أسباب الحديث يعني أسباب ورود الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من ذلك على شيء يسير له وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل هذا النوع من أسباب ورود الحديث وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له في فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره لم يحصل له شيء آخر وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له طيب الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه العاشر يقول فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له والحديث محتمل للأمرين أعني قوله إنما الأعمال بالنيا طيب أيهما هو المقصود أكثر في الحديث أيهما الألصق بمعاني الحديث من نوى شيئا لم يحصل له غيره أم من لم ينوي الشيء لم يحصل له لما تنظر للحديث كله أيهما المعنى المتوافق أكثر مع الحديث قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره أم قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له لما تتأمل في الحديث هتلاقي آخر الحديث بيقول إيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه إذن الأقرب أي معنى الأول أم الثاني الأول من نوى شيئا لم يحصل له غيره يبقى اللي نوى الهجرة إلى الله ورسوله يحصل له فقط الفوز بالله ورسوله ومن لم ينوي إلا دنيا ينصبها يحصل له لم يحصل له شيء آخر إلا ما نوى إنه يصيب بقى خد الدنيا وخد المرأة وطبعا ده متاع زائل محدود يبقى فعلا قال والحديث محتمل للأمرين أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزودها فهجرته إلى ما هجر إليه يعني لن يحصل له إلا هذه الحدود الضيقة اللي هو اختارها لنفسه الدنيا الموقوطة المحدودة لن يحصل له غيرها لكن الذي نوى الهجرة إلى الله ورسوله فذلك الفوز الأكبر وذلك المتاع الدائم المقيم وبكده نكون انتهينا من الحديث الأول من حديث عمدة الأحكام حديث إنما الأعمال بالنيات ننتقل الآن إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ طبعا إحنا عارفين منتهين من أنه كل الأحاديث بتاعة عمدة الأحكام من نوع المتفق عليه يعني البخاري ومسلم معا يعني درجة عالية جدا من الصحة بعرف سيدنا أبي هريرة أو أبا هريرة رضي الله عنهم فيقول أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد وأشهره عبد الرحمن ابن صخر أسلم عام خيبر سنة ست من الهجرة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ الصحابة سكن المدينة رضي الله عنه وتوفي بها قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقدي سنة تسع وهو الأصح وهو ابن ثمان وسبعين سنة والله أعلم ثم يقول أنت عندك سبع ولا ست أنا عندي ست في هنا اختلاف هنا سبع طب نشوف هنبقى أسلم عام خير سنة ست أنت عندك سبع طيب نبقى تراجع نشوف أيهما أصح هو عموما الشخص اللي حقق هذا الكتاب النسخة دي بتاعت ابن حزم هي طبعة حديثة للكتاب لكن يعني أعتقد أنها طبعا لم تحز على الدقة يعني الدقة الكاملة لأنه هو اعتبت في تحقيقها على مطبوعات لم يعتمد على مخطوطات إنما اعتبد على كتب مطبوعة فهنا طبعا بتكون الدقة لا تكون كاملة الدقة تكتمل بالاعتباد على الكتب المخطوطة لكن هو الشخص نفسه اللي حقق كتاب الحقيقة هو هتلاحظ أنه هو النسخة دي أولا هو مذهبه حنفي بشكل واضح فبيهتم بالتعليقات من الكتب المذهب الحنفي لكن تعليقات يعني بشكل عام مفيدة يعني وعنده تخرج الحديث لا بأسة به فهو عامل شغل كويس في الهوامش يعني كهوامش يعني لكن نقطة التحقيق الدقة لا يعني أنا أنا في هنا نصوص لا يعني صححناها من نسخ أخر وإحنا مع بعض بنصحح مع بعض نصحح مع بعض يقول ثم الكلام عليه من وجوه على الحديث على حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ثم ثم الكلام عليه من وجوه أحدها القبول وتفسير معناه طبعا يعني لا يقبل الله طبعا يبقى هنا القبول مسألة القبول دي سيحصل عليها مبحث أو أكثر من مبحث طبعا لازم لابد من تفسير معنى القبول هنا يقول وعلاقة القبول بالصحة هذا مبحث يعني من أهم المبحث التي سيتعرض لها الآن علاقة القبول بالصحة أو بالإجزاء بشكل عام قبل ما نبدأ يعني لما نقول الصحة هو القبول سيكون أيهما الأعم وأيهما الأخص القبول أخص من الصحة لماذا بيبقى لها ترجمة كده فيها صيارة معينة تقولها تثبت لي بها إن القبول أخص من الصحة تتقالي إزاي كيف تقال عندما شيء يكون أخص من شيء المعنى ده بيترجم إلى صياغة معينة يقولوا إيه يقول حد يتذكر لا يمكن القبول إلا بتوفر الصحة إذن القبول هو صحة ها ها وزيادة بس دي اللي أنا كنت عاوزة صحة وزيادة الشيء اللي فيه زيادة يبقى هو ده الأخص هو الأخص والأعم لا مش ممكن يكون فيه زيادة حتى يندرج فيه الأخص يخش معاه لا مش هيكون فيه زيادة الزيادة لازم تيجي مع الأخص يبقى أما أقول لك إزاي القبول أخص تقول لي لأنه يحتوي على الصحة وزيادة الزيادة بقى هتكون الزيادة إيه هي اللي هي إيه بقى اللي هو الثواب والدرجات يوم القيامة تمام دي مقدمة نبتدي ندخل في المبحث وإحنا واخدين مالنا منها فبيقول قد استدلة جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة استدلة جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة القاعدة دي بشكل عام قبل ما ندخل يبقى فيه عدم قبول وفيه صحة مش فاكر أمثلة لهذا يعني الصلاة صحيحة بس غير مقبولة لا فيه حديث بيدل على حاجة زي كده إن تبقى الصلاة صحيحة بس غير مقبولة وهنجلها يبقى نقرأ بقى وإحنا عندنا الخلفية دي وقد استدلة جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي من بلغت سن المحيض الحديث بتاع الباب وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هنا الحديث ده ماشي يتمشى يتمشى مع من يقول أن انتفاء القبول يدل على انتفاء الصحة فكلمة الحديث لا يقبلوا هنا هي أقرب أن الصلاة غير صحيحة لا يقبل الله كأنه في هنا تطابق بين القبول والصحة ها الحديث ده تستشعر منه التطابق بين القبول والصحة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لأن الصلاة غير صحيحة ولن تقبل كذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يبقى الحديثين دول يمشوا متماشيين أو متوافقين مع من ذهب الى ان انتفاء القبول يؤدي الى انتفاء الصح يقول والمقصود بهذا الحديث الاستدلال الحديث ده بقى خصوص هذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة طبعا يعني في حدث وصليت لا الصلاة غير ايه صحيحة وبالتالي غير مقبولة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصح صح في هزين الحديثين لا يمكن يتصور الا القعدة انه مش ممكن يتمشى هذا الحديث الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصح بل يكاد يكون هناك تطابق في هذا الحديث بين القبول والصحة اتنين التلافق بينهم شديد جدا لكن هيجي بقى يتعرض لمبحث بقى أشوف باب ندخل عيد وتشغيل القريحة يقول وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة الصلاة صحيحة بس غير مقبولة وطبعا فيه أحاديث وإنتوا عارفين الأحاديث وكما ورد في من أتى عرافا لم تقبل له صلاة مثلا أربعين يوما الصلاة صحيحة بس الصلاة غير مقبولة وفي شارب الخمر ورد برضو أحاديث في شارب الخمر فمن شارب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا والعراف من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلا دي أحاديث ونصوص من الأحاديث العراف اللي هو يتنبأ بالمستقبل اللي هو الذي يتنبأ بالمستقبل ويتكلم عن الغيب فهذه الأحاديث لا مش بالضرورة ليس بالضرورة انتفاء القبول يؤدي إلى انتفاء الصحة لا ده الصحة متوفرة ولكن القبول هو الذي ذهب فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول أنا بقى أريد أن أقرر القاعدة التقرير بقى تقرير القاعدة ان انتفاء الصحة يؤدي إلى انتفاء القبول هذا سيساعدني حديث الباب وحديث لا يقبل الله صلاة حائد في تقرير القاعدة هذه القاعدة ان انتفاء القبول يؤدي إلى انتفاء الصحة لكن الحديث الأخرى دي اللي أورادها بعد ذلك لن تساعدني في تقرير هذه القاعدة فبيقول فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول هنا بقى هنخرج إزاي من هذا الإشكال أنه نبتدي بقى نبين معنى القبول فالأحاديث الأولانية هيكون القبول فيها له معنى معين يتمشى الأحاديث الأخرى سيفسره بتفسير آخر لا يجعلنا نخل بالقاعدة بس دي خلاصة المبحث أنا قلته لكم قبل ما نبدأ فيه يقول تاني فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء لما نقول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء هذا قريب من ايه؟ من معنى ايه؟ كده القبول هيكون بمعنى ايه؟ الصحة او الاجزاء هذا اقرب للصحة او الاجزاء يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر يبقى ممكن نفسر القبول بالاجزاء فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة يعني في هذه الحالة سيكون تقريبا هناك تطابق بين القبول والاجزاء فالقبول لو فسرت بهذا الشكل سيكون تقريبا بمعنى الاجزاء وبالتالي هذا ماشي جدا مع الحديث الباب سيكون متوفق جدا مع حديث الباب سمو صلي وتعي ربك يرحمك ويتوب عليك